أظهر تقرير البنك المركزي الأردني ارتفاعاً كبيراً جداً في عدد شكاوى العملاء على البنوك والشركات المالية غير البنكية خلال النصف الأول من العام الحالي الذي شهد ذروة الموجة الأولى من جائحة كورونا حيث توجه كثير من العملاء بتقديم شكواهم للبنك المركزي قبل بنوكهم خاصةً فيما يتعلق بالقروض والفوائد البنكية الأرقام أظهرت أن البنك المركزي تعامل مع 1853 شكوى خلال أول ستة أشهر من العام الحالي بارتفاع نسبته 254% عن ذات الفترة من العام الماضي 68% منها كانت موجهة للبنوك اذ تعامل البنك المركزي مع 1260 شكوى في حين استحوذت الشركات المالية غير البنكية على 32% من إجمال الشكاوى أما أكثر شكاوى العملاء الواردة إلى البنك المركزي في النصف الأول من العام الحالي على البنوك الجزء الأكبر منها يتعلق بالعقود وشروط التعامل وحول أسعار الفوائد نتيجة انخفاض دخل المقترضين وعدم إعلان البنوك بوضوح عن الكلف نتيجة تأجيل الأقصاط من جهة وضعف الثقافة المالية لبعض العملاء أما شركات غير المالية البنكية جزء أكبر من الشكاوى بعدد 510 شكاوى كان حول الخدمات الإلكترونية خاصة مع زيادة الاعتماد على المحافظ لإيصال الدعم لمستحقه أما تحليل الشكاوى التي تعاملت معها البنوك أو البنك المركزي فأظهر التقرير أن 43% من الشكاوى كان العميل محقا بها وتم حلها جميعا في حين أن الجزء الأكبر منها لم يكن العميل محقا بها بينما وجد البنك المركزي أن 56% من الشكاوى جاءت لعدم توفر الثقافة المالية لبعض المشتكين أما الشكاوى الواردة إلى غير البنك المركزي فسجلت رقما كبيرا خلال نصف الأول من العام الحالي تجاوزت 73 ألف شكوى البنوك حصدت أكثر من 10 ألاف شكوى فيما كانت أقل الشكاوى واردة إلى شركات التمويل الأصغر أما الحصة الكبرى من الشكاوى فكانت لشركات الدفع والتحول الإلكتروني بعدد تجاوز 62 ألف شكوى وفي تحليل للشكاوى الواردة لغير البنك المركزي نجد أن الجزء الأكبر من شكاوى البنوك في النصف الأول للعام الحالي كانت على الخدمات الإلكترونية والعقود والبطاقات البنكية أما على شركات التمويل الأصغر فتركزت على سلوك التعامل المهني والعقود وشروط التعامل وبيئة العمل أما عملاء الدفع والتحول الإلكتروني فأغلب الشكاوى المقدمة كانت بسبب خدمات الدفع الإلكتروني عبر المحافظ بعدد 58 ألف و 871 شكوى ترجمة نانسي قنقر